طيب ايه اكتر مهمة قبلتك الموسم ده كانت مهمة متعبة يعني خدت منك وقت عشان تخلص ما بيش اكتر من المتعب من تسجيل جواو ورفايل وريضة طبعا لما جئت جواو كان اصعب من هيرنانديز لا هو نفس الاجراءات بس جواو ويرنانديز وريضة التلاتة كانوا فترة اصعب مهمة قبلتك مش عشان مهمة عشان في الفترة صارت وصيارة ايوة ما نفهم بس هي دي كانت الصعوبة فيها صحيح فالحمدلله طبعا مع دعم اللي النادي لينا بصراحة وتوفيق ربنا الحمدلله الواحد يعني مبسوط من التعاوض فرحتك بعد الماتشات والبطولات فرحتك وجريك في الملعب وكل الكلامنا بيبين قد ايه وشتغل من قلبه يعني انا الزمالك لا يعني مش عايز اقول حضرتك انا فعلا اغلى حاجة عندي انا كل تمانيات من ربنا زمان وانا طالب ان انا يا رب اشتغل في نادي الزمالك بس يعني كل امنيات ان انا اشتغل في نادي الزمالك من وانا زوايا فالحمدلله بيبين والله بيبين عليكم كلكو قد ايه فرحتك بعد الماتشات وقد ايه والبولي عايز الباسكيت يكسب الهندي بولي اتزالهم كتير هي دي بقى والله لعبت الزمالك اللي موجودة دي احسن لعيبة في مصر حرفية مش كلام بس هيك هتعايزة حد يبصلها حد يدعمها حد يقول لكم انتو عايزين ايه بس والله ولما حصل ده كان زي ما بيقول لحضرتك اه انت عايشة هما التلاتة دول عملوا انت عايشة هما انت عايشة فوقوا الدني حواليه بالزبط رفعوا من روح المعنوي ترجمة نانسي قنقر